أمسي سعيدة للجميع مرحبا بكم في قناتكم الثقافة العربية والترجمة وفي هذه الحلقات التي تتعلق بكيفية ترجمة نص أدبي معكم نودين حالي مبرز في الترجمة نعم بذل مرحبا نص اليوم هو مقتطف من رحلة جبلية رحلة صعبة لفدوى طوقان فدوى طوقان الشاعرة والأديبة الفلسطينية من موالد مدينة نابلوس فدوى طوقان ويتعلق الأمر هنا بترجمة مقتطف من الرواية عبارة عن سيرة ذاتية نعم إذن هذه الرواية مموعة 1 رحلة جبلية رحلة صعبة ترجمة ها جوزيفين لاما وبنوى طادي بي لغوشي الابان وكذلك هناك في هذه السلسلة السلسلة الثانية مموعة 2 ومموعة 2 تترجم ب الكري دولابيير الكري دولابيير نسبة إلى الظاهرة الظاهرة المقاومة التي تسمى أطفال الحجارة حين ذاك وهي بها اندلعت المقاومة الفلسطينية والحجاجات الفلسطينية من أجل نيل حقوقه رحلة جبلية رحلة صعبة هي الاسم الذي اختارته الشعر العربي الفلسطيني الكبير فدوى طوقان 1917 عنوانا لقصة حياتها والتي ترويها هنا بالصدق وصراحة وفي النص قيد الترجمة تروي فدوى كيف ولجت المدرسة وكيف تفاعلت مع هذا الفضاء المحتار نقرأ النص لا تحمل ذاكرة أي صورة لأول يوم دخلت فيه المدرسة كما أنها لا تحتفظ بذكرى المرحلة الأولية التي تعلمت فيها قراءة الحروف وكتابتها ولكن الذي أذكره بوضوح هو استمتاعي دائما بمحاولة قراءة أي شيء مكتوب وقع عليه بصري وفي المدرسة تمكنت من العثور على بعض أجزاء من نفسي الضائعة فقد أثبت هناك وجود الذي لم أستطع أن أثبته في البيت أحبتني معلماتي وأحببت هنا وكان من هنا من يؤثر من يؤثر نني بالتفات خاص أذكر كيف كان يشتد خطقان قلبي كلما تحدثت معي معلمتي المفضلة ست زهوى العمد والتي أحببتها كما لم أحب أحب واحدة من أهلي في تلك الأيام كانت جميلة وجها وقواما وكانت أنيقة شديدة الجاذبيات كنت أرنو بشغف كبير وهي تشرح الدرسة وتفسر لنا معنى قطعة معنى قطعة القراءة أو حين تتلو علينا قطعة الإملاع من رحلة جبلية رحلة صعبة لفتو لفتو وطع لفتو الصحة Mais on s'attend à ce que les étudiants les dépassent et connaissent les valeurs respectuelles que revêtent également ces deux formes verbes نبدأ الآن الترجمة لا تحمل ذاكرة أي صورة لأول يوم دخلت فيه المدرسة كما أنها لا تحتفظ بذكرى المرحلة الأولية التي تعلمت فيها قراءة الحروف وكتابتها هذه الجملة تتكون في النص الأصلي من جملتين لكن في اللغة العربية يمكن أن نستعمل جملة واحدة مماركة. 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 لا تحفظ بها من أول من أول دي قراءة المدرسة. وكتابت في الأول المدرسة. كما أنها لا تحفظ بها ، لكن الذي أذكره في وضوحه وستمتاعه دائما بمحاولة خراءة أي شيء مكتوب وقعها له En revanche, je me souviens nettement du plaisir que j'ai prouvé. J'ai prouvé ici, il est à l'imparfait. Que j'ai prouvé constamment. Que j'ai prouvé constamment. On doit utiliser l'imparfait. J'ai prouvé constamment à essayer de lire toute chose écrite sur laquelle je portais mon regard. La phrase suivante C'est l'école que j'ai pu découvrir certains aspects de moi-même qui s'étaient perdus. L'agriculture est utilisée par l'imparfait. L'agriculture est utilisée par l'imparfait. Et l'agriculture est utilisée par l'imparfait. C'est un plus-que-parfait. Voilà, donc c'est un plus-que-parfait. Parce que l'accompli devrait être rendu ici par un passé simple, dans cette phrase-là. Un passé simple puisqu'il s'agit d'un récit au passé. La concordance du temps impose l'emploi du plus-que-parfait. Ici, c'est pour la concordance du temps. Puisqu'on a utilisé ici, que je puis découvrir, on doit utiliser ici le plus-que-parfait. فقد أثبت هناك... فقد أثبت هناك وجoudi الذي لم أستطع أن أثبته في البيت. أحبتني معلماتي وأحببت هنا. On est fait. Le faire. Rabit mentiqe. On le traduit par on est fait. فقد. On est fait. J'ai trouvé ma raison d'être. Ce que je n'avais pas pu faire à la maison. Mes institutrices, même et je les aimais. «Wa kane min hunn man yukthirnani b'altefâtiin khas. » «Azcouru, kai fkane yashaddu khafakkanu qalbi » «Kulma t'ahadthet ma'i, «Muhalimati mufadda, sitte zahwa, » «Al'amad. » «Weltyi achabbtu ha, «Kamala m'ahib. » «Waahida ta'n min aheb. » «Ve t'ilka l'ayyam. » Donc, mes institutrices, même et je les aimais. Je me rappelle comment mon cœur battait plus fort chaque fois que mon institut préféré, Madame Zahra Al-Ahmad, s'adressait à moi. Je l'aimais comme je n'ai aimé aucune femme de ma famille à cette époque-là. À cette époque-là, il y a le « la », c'est une narration, on l'utilise lorsqu'il s'agit d'un texte narratif. À cette époque-là, à ce jour-là, en ce temps-là, en ce moment-là, toujours, on fait une introduction et on ajoute là. Donc, là, qu'à ta'arjamal est à cette époque-là. C'est, c'est madame. Donc, pour faire attention à cette traduction. « Fui t'ilka l'ayyam. » « T'ilka. » « Fui l'oral l'arabia. » élégante, très séduisante. J'écoutais avec beaucoup de patients, entendait qu'elle nous expliquait la leçon et éclairait le sens d'un passage à lire ou nous faisait la dictée. Donc, on peut utiliser d'autres tournures. Dans ce cas, quand au Arnaud Bicharafin, « Je l'ai fixé du regard tout passionné que j'étais. » « Je tendais l'oreille avec beaucoup d'intérêt. » C'était l'écriture qu'elle avait dont j'étais, c'était la réelle de cette réelle. C'était l'art j'étais. La réelle de la réelle « j'ai toute la réelle » j'ai tout la réelle de la réelle « j'ai tout la réelle. » J'ai tout dit « j'ai tout de suite » « Je ne sais. » C'est une réelle de l'arrière nadir. C'est une réelle de l'arrière « Fadoua Toqan » أما بالنسبة للسلسلة الثانية والسلسلة الذاتية فكانت تتحدث عن وكانت باللغة العربية في الأصل عنوانها هو الرحلة الأصعب وهي طبعا رحلة مواجهة الكيان السوفيوني إلى غير ذلك والمشاكل والاعتقالات إلى غير ذلك وبالتالي لاحظوا كيف أن جوزيفين لاما والبنوى تدير ترجموها بل كري دي لبنوى تدير أفضل أطفال حيزارو أطفال حيزارو هم أول هم الجيل الفلسطينيين الذين هم ديكلنشي الفنومن دي رزيستانس إسرائيليين شكرا لكم على تتبع هذه الحلقة تبقوا على خير وإلى اللقاء